يا فهم احلى راديو احنا مع احلى مستمعين في دارنا العزيزة صيافي اليوم الجمعة 26 جوليا 2014 وثاني ايام اوسو اي سيدي ثاني ايام اوسو برشة ناس ايام اوسو يحسبوهم بالنهار لانهم يعتبروهم حاجات حاجة اه تحسبو خاصة انه برشة ناس يقولوا انه اه في اوسو يعوموا سبعة مرات سبعة مرات في البحر معناها يعملوا سبعة غطة سبعة ايام يعموا في البحر يقولوا هذي يمنحهم ان شاء الله من القريب ومن الملانجين ومن الحاجات اللي ممكن في الشتاء معناها تصير هذا يحسب المعتقد بتبيعه طوا بالله الحكاية هذه ممكن يسر طوا اول مرة بعد ذي يجينا اه دكتور شاطر ان شاء الله في الغبريك انتوا هالكسبير هتوا نسأله فيها نقولوله يندرا عندها علميا معناها طبييا عندها الحكمة هذية اللي يجدونها معناها اتفقوا عليها من قديم الزمان بانه ما يوسعوا فيه سبعة مرات على اقل سبعة مرات متتالية اه يحميهم ان شاء الله من القريب وكذا اتوا نثبتوا فيها علميا لكن هذا المعتقد الشعبي السائد عند اه برشة ناس على كل حال انا نستغل هالفرصة دي مش نصبحها لكم ونقول لكم ان شاء الله نهاركم زين مبروك وسعيد وفي كل اخبار سارة وايامكم الكلة يا ربي فرحة وسرور اه اردو بركم على روحكم المسخنة نعاودها اليوم البرح كان نهار مروح شوية لكن اليوم اقصح شوية ويبدو انو بي كانت معنا غدوة بعد غدوة مش يكونوا ايام قاصحين شوية خاصة على اهلنا في دواخ البلاد ولذا نقولولهم للناس الكل وقدو بركم على روحكم ورب يعطيكم القوة ورب يعطينا على قدر طاقتنا على قدر من نجمه نتحمله اليوم كالعادة في برنامجكم فمع اه مجموعة الفقارات الي تعودتوا بيها ان شاء الله اه الابتسامة اه ابتسامة اه افهام الي برجع فيها الاصلنا ونشوفو مقطع من اه من اه من هكا حاجة ضامرة ان شاء الله تلون اه اه بتبيع عدنا الاكسبير الاكسبير اليوم مع الغناء اه معنا سيلة اه الطرق الازهاري وان شاء الله مش تكون معها ضيفة تاو تكتشفوها معنا من بعدين شوية ضيفة تاو دار اسمها شوية في الميدان الغناء وهي بنتنا نجمه كله بنت المؤسسة دية تعديت منها في مفترة ما وان شاء الله تكون ضيفة معنا من بعدين اه فقرة اه كيف كيف اليوم مش نشوفو اه نصيحة ناخدوا نصيحة من نصاقح الرياضية للناس اللي تحب تعمل طريف رياضة وخليو نحبوكم تعمل برشا ناسي اه في الصلاعة وخاصة الشباب في الصلاعة كي بدون مرتاحين يخيروا يعملوا رياضة فهم الناس ما يواصلوش واحنا الفكرة انتاعنا انه يبدأ يعمل في الرياضة في الصيف ويواصل من بعدين حتى في فصل اشتاوي واللي اه متعود على هال الامر اذي اه لسوا سيافين مع اوسامة سافي كالعادة وآآآ نختم مع جي جي مبعضيش اه في ونشوفوا معها كما كما سمينها آآ بمعنى في البوت البرح آآ جي جي ريتسي نشوفوا معها اش عندها من اخبار آآ تودنا بهم على كل حال هذا الكل ان شاء الله يكون معاكم في من تويكة حتى المنتصف النهار وآآ اشياء اخرى كما يتقال في البرنامج جديد كنا نبدأ ونبدأ ونبدأ نبدأ في جنينة تلاقينا صغار والنسمة صباح والنسمة تشع تنعش لارواح هذي اغنية مش نسمعوها بعد شوية لكن عليش مش نسمعو الاغنية هذي بسبب بسيط موضوع الحلقة اليوم تونسي والمساحة الخضراء تونسي والحدائق تونسي والنوار تونسي والازهار تونسي والاشجار يلا ندرى التونسي عنده علاقة طيبة بالمساحات الخضراء التونسي في المجموع التونسي العيش اللي كيف يوكيفكم التونسي الانتربرنور اللي يبني في البلاصات ويبني في التونسي اللي في البلدية ويخطط ويرسم في مخططات العمرانية التونسي شنية علاقته بالاشجار شنية علاقته بالاخضار والمساحات الخضراء اللي نلقاهم على بلان دامناجمون برشا لكن في الفعل الله أعلم تخليكم على الأغنية هذية وخموا مليح في الموضوع هذية تكتبونا على الباجران تاعنا على فيسبوك بأيا فهم واللي تبعثونا تكلمونا عفوا على واحد وثلاثين ثلاثمية وثمانين الف تطلبونا وتقولونا رأيكم في التونسي واحنا قاعدين في الجنينة والنسمة تخبل تقول انت حتى تحت الأذيلة للأشجار بالحق ما عليها حاجة يسرح لواء حتى اللي معدوش يجينا في دار ولكا جا تفهمها مساحات خضراء حسب رأيكم مورا والوحد دي خرجية يتنسم تحتها كنا صغار بحثة دارنا في الكرم كانت فهمها ما يتسمم ثانية الزيتون كانت فهمها مزروع الزيتون طبا أرض طبا بلاصات وليت كان طبا أرض مزروعة لكلها زيتون فكنا صبح بكري نخرجوا هاكا في الصيف نخرجوا نفطروا تحت الزيتون هذيكا نفرشوا نفطروا تحتوا الفطاير والكرموس وخيرة ربي بمعنى والهواء يتنسم علينا كما قالت كما قالت السيدة فيروس بالتالي شنية علاقة التونسي بالمساحات الخضراء؟ مزلت عنا مساحات خضراء؟ مزلنا نستغلو فيهم؟ مزلنا نلاهين بهم؟ منعش؟ هذا سؤال اللي نقترحوه عليكم اليوم في موضوعنا الموضوع الحلقة انتعى اليوم التونسي والمساحات الخضراء في انتظار آراءكم اللي جينا على الباج آآ يعني ايا فام آآ فيسبوك وإلا على واحدة ثلاثين تثمية وثمانين اللي نجم تطلبونا تعطينا آراءكم نخليكم مع فقرة ابتسامة فام وهالمقطع هذي من مع سابر سيزاغ وهذا معظلة اخرى معظلة العصر نرجم نقوله الله يبعد علينا وعليكم كل ما هو بلاء احنا آآ اشرفنا على تمام الساعة جاية جي جي مش تقول لنا حوالي طقص بعدش عنا الاخبار وبالطبيعة نرجع آآ مع العشرة في آآ برنامجنا المتواصل حتى المنتصف النهار دارنا العزيزة صيفي ما تبعدوش تقعدوا معنا آآ برشا فقراءت وبرشا حكايت تفكروا اللي موضوع الحلقة انتعى اليوم كما قلنا التونسي والمساحات الخضراء شنية علاقة التونسي بالمساحات الخضراء جاوبونا يا اما بكمنتر على آآ بارج فيسبوك وإلا على واحدة ثلاثين ثلاثمائة وثمانين الف في انتظاركم استمعين في دارنا العزيزة صيفي حتى المنتصف النهار كنا نسمع بعد ما رجعنا من الاخبار سمعنا آآ آآ امينة فاخت في آآ اعادة لآ جزء من اوبيرات بساط الريح اللي آآ اللي آآ اللي اللي حنها وقدمها الموسيقار فريد الاطرش واللي آآ برشا نسمع فشكو كون تتب الكلمات متاع بساط الريح واللي فيها تونس ايا خضراء يا حارجة الاكباد غزلانك البيضة تصعب على الصياد غزنالك في المرصة ولا في حلق الواد على الشيطو تطعوب ما تخاف صيد المي لآآ اكثر الناس فعلا برشا ناس على الاقل مش اكثر اما برشا ناس ممكن ما يعرفوش كاتب الكلمات اللي هو وان كان ممكن نعملها كويزة دي اما مش ما عنديش كويزات انا في المرنة مجدية على الغال المرنة تعمل كويزة في مخي على كل حال المؤلف متاع الشعر الجميل هذية هو الفنان الكبير صاحب صاحب الاغاني والاعمال الكثيرة جدا العمال الكثيرة العمال الكثيرة جدا سي بايرم التونسي محمود بايرم التونسي هو اللي كتب القصيدة هذية او الاوبيرات هذية اوبيرات بساط الريح وفما حكاية يا جماعة فما حكاية حول آآ غناية بساط الريح تعرفوش جزء ذالي كانت تحكي فيه تغني فيه امينة كنا نسمعه فيه آآ واللي عمل بيه آآ شوك تقول انت في 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 المعراجانات آآ تغني في تونس تغنيت تغنيت الاوبيرات هذية كلها تغنيت في 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 تونس بصوت فريد لا ترش معنى هو بيدو في المسرح البلدي غنى آآ اوبيرات بساط الريح وزاد فيها حتى بعض كلمات زاد بايرم بتبيعة مش هو بمناسبة الغناء انتع الاوبيرات هذية في آآ في آآ في تونس لكن آآ آآ تقول قايل الاختيار بتاع الغنية هذية علاش بسبب بسيط احنا موضوعنا انتع اليوم هو تونس التونسي والمساحات الخضراء اللي ندرى التونسي عنده علاقة مباهية علاقته آآ آآ طيبة مع المساحات الخضراء ولا متوترة كيفاش العلاقة هذية كيفاش تراوي العلاقة من جميع الانهج الانهج الاوجه بليتو معناها اي لانهج خطر المساحات الخضراء موجودة فلانهج هي عادة اي قولوا لي يندرى كيف تراوي هالحكاية آآ آآ احنا كمواطنين ناس العاديين اللي يزون تخبخناغ اللي يبنيو اللي الميترو يشريو يتكلف عليهم غالي البلديات اللي من المفروض اللي هي تبفر المساحات الخضراء الاطفال اللي من المفروض هما يستغلوا من مساحات الخضراء يندرى علاقتنا كيفنه بها المساحات هذية هيدا تجاوبون عليه في كومنتر على باش آآ فيسبوك يا فام وإلا تطلبونا على واحد ثلاثين ثلاثمية ثمانية الف وتقولونا اراءكم وناخدوا مكلمة نداكم في النفس ساعة آآ قبل الاخيرة من عمر البرنامجة ذي لكن طويقا جاء وقت الاكسباغ اليوم كما قلت لكم مقبلة طارق لازهاري في برنامجه آآ كالعادة يحكينا عالموسيقى والغناء لكن اليوم قلت معها مش تكون مقبلة شوية قلت مش تكون معها ضيفة وضيفة كي قدمتها قلت هي بنت الدار بنت الدار لأنها أنا شخصيا عرفتها في الدار هنا عرفتها في الدار هنا معنا في دار في دارنا في دارنا فيها فام مش وقتها فاماش برنامج دارنا العزيز غييفة حتى استوديو ما كانش هكية آآ ما تختلف على تبدل عليها شوية لأنها عندها مدة ما 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 زارتناش لأنها عندها مدة آآ بعدت شوية على على الاذاعة احنا لكن بعدت زادها كيف كيف على الميدانة اللي ظهرت في زادها كيف كيف وتميزت فيه كي ما تميز صوتها في الاذاعة هو الغناء والطارب بعدت علينا شوية من عش معنا عش رميت علينا باليمين اما مش بثلاثة معنا هيك هذيك عليش طلقها براجعة كي ما يقولوها آآ كي ما راجعت الغناء إن شاء الله من عش عليش ما ترجعش لل للإعلام معناها للراديو معناها معلش ليه بجو لها بوكوبا ترجع لراديو على كل حال آآ فرحان فرحان أنها آآ معنا باعتبار أنها عندها جديد عندها جديد وطول مش نحكي وعها جديد شكوني سيطارك ضايفتك اليوم اللي جبته هنا فهن رأي ضايفتنا أما ضايفتك اللي انت جبته الفرقران تاعك أختنا ناوي البصارح سباح الخير عبسة طار سباح الخير آآ تارك سباح الخير كل مستمعي يا فهم أحلى غتيوب مصينسة بشاخ ليه برش ما سمعتش بصوتها معنا الكلمة هذية آآ دوال آآ غيبة غيبة قدل ويبة هذية آآ غيبة قدل بيبة من 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 يا فهم عندك سنوات آآ لأن في وقت ما تجربة يا فهم هي تجربة حلوة برشة أنا تعديت بها آآ وتعلمت فيها برشة وآآ وشفت آآ يعني كيفيش آآ كيفيش إنه إلا المقدم وإلا المعدم ترجمة المنتظر برنامج راوية تتعب برشة بشي يوصل آآ كنتونيو بهي للمستمعين إن شاء الله على كل حال آآ 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 الآآ هذه آآ مرجعتش للراديو إن شاء الله تعود لايته كيفيش لكن انا آآ أنا ألا باز آآ جسي شانتز شانتز اس آآ آآ عودة للإياي عليش العنى برشة أنا ألا باز يشتوريين آآ أما يعني حبيث لنقول أنه آآ آآ بعد زينا قطاع آآ آآ قطاع قدلت على الغني اه عملت خدم قطاع اي 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 انا رجعت عمناول وقعت اربع سنين اربع سنين اي اربع سنين وحتى عمناول كي رجعت رجعت بشيء من الاحتشاب معنا حسيت ما 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 شاتاك قوية اي ما عملت شاتاك هكا لي اي كي ما طوي خطة طويكة رجعت كمام بغني ياسم مزينة اي دجا حلوة برشا مزينة برشا ووجلبت الانتباه معناها جلبت الانتباه الحمدولله اه نرجعليك انا عمناول كيف كيف رجعت في الصيف عمناول قدمت السايزن هذي كمهرجانات وحفيلات خاصة والكل ومن بعد من اكتوبر حتى تاوا تقريبا الانشتة الموسيقية الكل اي 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 او اي 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 تاوا رجعت رجعت بالاغنية باغنية ما نحبش ان شاء الله تعجب الناس هي 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 مزينة ما اللي ما سمعوةش تانسماعوهله من بعدش ما نحبش اما هي مزينة. اما شنو اللي متحبش. قل قر قر. اه منحبش اللي يكذب. اي. منحبش اللي. الله يرحمه اللي عليا قالت منحبش وظهب. اي. ما نصدقهش ياسر ياسر. لا هي قالت اسهمني اخوذ اللي تحبنا قتلوا لي. قولي لا يروحهم دوم ما ويكثر خيرا. ومنحبش. بالله معليها سي كاتيجوريك كمان. اي. كاتيجوريك. على كل حبيب برشة توفيق للاشاء الله في الغنيه هذي. والمغنيات الجايين. اي ان شاء الله. لا لا جاي جاي برشة انتاج. استنيو استنيو نويل بن صالح راهي عنده برشة انتاج. يعطيك الصحة نويل لحظة ما زلت بعانا مش اه اه نعرف اللي زادة. فما من الاشياء اللي خلاتك عمناول وكل شيء اه 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 شوية كنت مكش في صحنك برشة كيما 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 برشة منا اللي كن القراب اه ريم الحمروني. الله يرحمه. اه اه فما شيء معناها تحس فيما حاجة كسرت معنا في فينا معناها اه اه معناها هذا خلى بتاتر اه بتاتر خليك زادة انتي تتحس هكا شوية انتعاض. اه مرارة. قلب يبرد على برشة حاجات. اي. اه. لكن لا في كنتونيو كيما يقولوا الولي. لا في كنتونيو هي الله يرحمه من عامها. اه من كزيد شعليك. اه اه طعف لنبيديو احنا ثلاثة دا يجعل عن علاقة. اه اه انا علاقة كبيرة. قلها زوج اه حرمنا المصون معنا كنا لان حتى وصل معنا صديقة كبيرة بناتنا وكل الله يرحمه. وانا نتخيل من عشان تي قلتها في اذا عملي اذا عدو الله. اما نتخيل انها العودة هذية هي هدية الروحة. انا. انا نتخيلها هكا. والغنية. الغنية ذيك هدية الروحة. اي. هدية الروحة. اي. هدية الروحة خطر. فيه. الكنتكست هو بيدو. اي. الاغنية ج حاجاتها يعني الشعر والملحنة حسين حبيب. اكتبها في الفترة هذيك اللي انا وقتها تقلقا شوي. ولي وحتى حتى نوعية الكلام هي من نوع الكلام اللي ممكن تقوله هكا هي قاعدة. اي. معنا فمم فما كلمات فما فما دي فانور دي فخاز. اللي انا كي سماعت الغنية قلت اي والله ريم ممكن تقولها حكي هذي. حتى انا حسيتها هكا. حس انه فما حاجات عادي انها تقولها اللي اللي يقربها اللي يعرفها. الروحة اللي ريم كانت تشجع فيها برشة بشتركة معنا. اي. انا اخضرت على برشة عركات 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 اللي خاطر ريم ما تكنك ما تسيش ارجع وطعا ما تها كله كاتيجوريك ولا كاتيجوريك الله يرحمها على كل حال وان شاء الله سابقتنا للجنة ان شاء الله يا ربي في جنة الخلد و وربي فضل بنتها ان شاء الله ولي خلي في البيت ما ميت اه نويل انا عندي سؤال خاطر اقتارك كل مرة عنده موضوع يقترحه في فاقيرانتها والاكسبير وكل مرة كله هنا ثم الموضوع متاع اليوم هو المغنين اللي مش سلفوا اصواتهم في افلام كما مثلا السيدهم كلثوم سلفت صوتها في فيلم ما ظهرتش في ربع عدوية مش هي مش هي سلفت صوتها سيدة سعاد محمد سلفت صوتها زادة في فيلم شايماء اختراسوات لكن فيما ساعات في افلام تظهر المطرب اولا المطرب هو هو كما شكوكو مثلا يظهر مش يقدم الاغنيات انت يقول لي مش يسألها هانا يظهر مش يقدم اغنيات انتي تقبل انك تشارك بالطريقة دي مش مش تقدم افلام مش تقدم مش تغني مش تغني تظهر مع انتا صوتك يمشي صوتك برك تظهر انت وصوتك نقبل نقبل معني عايتولك تعايتولك مثلا فيلم في تونس ولا مسلسل مش تجي انتي كما نقوله في حام حفلة وانتي مش تغني في فكل حفلة يتغني وبعدش في الحفلة ذيك هتدخل بعضا تصير ضربونيا مثلا نقبل 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 هو راهو الاقبل في الافلام اه كانوا ما كانش فاما الفيديو كليب دونك كينو كينو المغنين والراقصات والكل هم يظهروا في وسط في وسط الفيلم وهدي كاين نجد ما يكون فيديو كليب متع فيلم ولا متعلقنا اي لك معناها على ضوء الفكرة هذية كافي اوزاماتي اذا كان تحب تشارك نوال في فيلم ولا في مسلسل تونسي هي اعلى ذلك مثلتنا قبل راني لا مثلت اما حوقت تغني تغني نغني مش تغني على فاصل ورجعينا احنا مع احلى مستمعين في ديارنا العزيزة صيفة يتواصل حتى لمنتصف النهار وكيما قلت احنا في فقرة الكسبير ومعانا طارق لازهاري اللي كل مرة اه بياخد موضوع من مواضيع الفن والترب والغناء اه مشي شوفوا نشوفوا بعض نستالجي نرجعوا لبعض اغاني اللي ممكن قديمة ممكن اجد شوية بعض قديمة بالنسبة لي هو تبيعه خطر كل المنسبة لنا بتاع البارح اه حتى لطاويكة مازال ما رجعش اغاني قديمة العام بين خوصين للنقطة نخدم في نخدم في ذاعة شباب عند برنامج اقترحناه مع هندا العسكري زميلتي هندا العسكري تحية لها تحية زملائي كل في ذاعة شباب اسمه اه مية سنة لكلها غناء اه حبينا نعملو مية سنة قرن من الغناء وقته الفين عام الفين قرن من الغناء كل عشرة سنين نخدموه في حصة عد داخليه للستوديو اول حلقة واحد ما عاش كون من الولاد واقفين قالوا شنو مش ترجعون لشيخ العفريت قاتلوا هندا ليه يا خيشي عفريت هب هوب وليزا معنا مزلنا في الحضير الحاضر معنا بسباليين على الاقل ايا سيدي طارق شعننا اليوم شنو الموضوع اليوم اخترت مش نخدم على الجينيريكات متاع المساسات التوينسة اللي اه اللي اه اللي اه غنوا فيهم اقوى المماثل مغنين التوينسة وله حتى اجنب كي معلي حجار مثلا دونك اه بديدت باه بصايدة الريم اللي خرج عام الفين و الفين وثمانية غنية صايدة الريم يا صايد يا ظالم غنية صابر رباعي كلمات اه حاتم قيزيني وارحان رباع زاموري اخترت ذلك كيف كيف امواش انخرج عام اربعة وتسعين اه كلمات الغنية متاع كلمات الغنية موصف البلدي وتلحين واداء صابر رباعي اه ايام ايام مليحة اه حاتم كلمات تحاتم جزاني تخرج عام الفين وعشرة. آآ آآ الحار رباع زاموري وآداء من افاخت. غادة. آآ موسيصل غادة. آآ موسيصل غادة. موسيصل غادة. يسرح له ولوت في بوشناك. وكلمات ادم فتحي. والا. ادم فتحي يخرج عام 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 اربعة وتسعين. غالية عام تسعة وتسعين. كلمات ججليدي العويني. آآ غناء وتلحين علي حجار. علي حجار اللي غادنا بخطيك ما اكثر من خمسين في المية من من المسلسلات. من المسلسلات المصرية. من عام الف وثمانية وعش. آآ الف وتسعمية وثماندين. حتى تكشي الالفين. معنات ابرزهم ليلي الحلمية. آآ اللي لأخر وغيرهم من. وغيرهم من. وغيرهم من. هاريخة ونخدموا على مصارو. في بلاش نخدمهم. ونبغى عليه. لا برشا لا لا. بتظلم. تظلم هذو مهذب معنا. فيما موسيقة الدوار زي دا يسر وقتها ضربت برشا في تونس. آآ اي. معناتها اول ما تسمع الموسيقة طول يجي في مخط المسلسل. منظر ديميسي. منظر ديميسي عام تنين وتسعين. فما يوميات امرأة خرج عام الفين وثلاثاش كلمات خالق بن صالح. آآ كيف كيف ربيع زاموري. ودرسة في الحمداني. ولا. ربيع زاموري الي تجوق بخزان. هو هو وطهر القزاني ديمة موجودين. آآ دونك آآ ربيع زاموري وآداء كي ما قلت انتي دورسة في دورسة في حمداني. آآ ضفاقر. مرقيتش للأسف في الكلمات خرج عام الفين واثنين آآ الالحان محمد العود وآداء سلاح مصباح. آآ نعورت لهوي لذا بركات اخرج عام الفين و الفين و واربعتاش كلمات لذا بركات ربيع زاموري انكار وآداء وليد تونسي. نعورت آآ اوليد مفيدة آآ بلتي الراپور بلتي وشيرين اللاجمي آآ الفوندو نوردو هنا مشاركة الراپور وكل. آآ فالوجة آآ كازو ورانزار روق. شعبين في رمضان من البنعمارة. دونك هذو ما اللي بالكلام. اللي بالكلام. فم الموسيقى فما موسيقى. الموسيقى كما نجد سلامة ربيع زاموري لوت في دال الخلاعة كيف كيف ربيع زاموري. النوبة نوبة آآ الحان آآ حمزة بوشناق وآداء لوت في بوشناق والهادي حبوبة. هدي حبوبة اللي دجا شارك في نسبة العزيزة زادة. آآ كان يما كان شرقوش كيف كيف آآ حمزة بوشناق. حسابات وعقابات ومنامتاع روسية وآآ وقابنت سيدي محروس الفينوار طهر الجيزاني. طهر الجيزاني. طهر الجيزاني. دوار كما قلت آآ قلت آآ نويل آآ منذر دي ميسي. وخطاب عالباب. هو آآ خرج سبعة وستة وتسعين وسبعة وتسعين. آآ آآ الحان حمادي. سي حمادي بناثمين الله يرحب. اللي هذو ما في معلاء. اللي هما اللي هما اللي هما الموسيقى اللي فموحود بالموسيقى كهو. فماش يغنيو فموحود. بالله يفم المسلسة. انا معهم لي ما حفظت اسمه. المسلسل اللي يتمثل فيه دور دور من ادوار البطولة. هو ما تقريب فمزوزو. هو ما تلاقي قاسمه دور البطولة. اللي في سيد ساآ آآ ساآ 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 محاسن. اللي مخل فيه ساآ ما اسمه. اسمه عمبر الليل. عمبر الليل. هاي. ساآ محاسن. بعد بعد فما ما فترة اعتزت فيها كيما زميلات كيما صديقتنا. لا ما عمري ما تزلت ما تزلتش نرتيح ونرجع. دوك راجعت راجعت جوزتما في اوائل الفينات نسيت دات بالضبط اما في مسلسل عمبر الليل. ومبعدي كمثلة في. لا جوزتما عمبر الليل. جوزتما سؤالي. الموسيقى ترسفيرية انت مع المزينريك انت اكيد. ما هفركزش عني. ولا. جوزتما. الكلام يسر مزيين. واللحن يسر مزيين. احلو برشا نتفكر اللحن انت اعتوه في ذهني. لكن الاشكال. ولا. حاجة هكي. اللي شكول اللي اغنى. خطر اين اللي مستغربو. كم كيمة سعاد سعاد محاسن في المسلسل. وتمثل صوته وتمثل هي صانع معنا مغنية. مطربة تعبق بل معناها. ومعادي مش هي اللي اغنىت الجنريك. ما نفكرش الاختيار. الاختيار هو مسلسل يسر قوي. مسلسل قوي جسما. جميل جميل جهودي فتح المسلماني. جميل جميل سيسي مونينوردين الخلصي. كوثر الباردي دليل مفتاحي. والكتيبة كانت ريضا قحام اللي خدم اكثر المسلسلات التاريخية تاج الحاضر انت خاطر. دونك نسيت الحق. ما فاكسش عني. شانا عزيه علش قاعدة خطف العاقة كيبدأ كيبدأ فما فنان كبير معنا مطرب معنا في وسط. يستعملوا هو لانه هو آآ تدفيش معنا بيعو بيه كيما في مسلسل نعرش كانت عرفوا آآ صغار في إصلاحية آآ آآ لسعد وسليتي هو آآ المايسترو. المايسترو فالا دورة زروق فيه وشا والحافيان الحافيان. دونك جيبوا مغاني اسمه نول لهودي اللي عمل في دونك المغاني يتمثل. ومامتان كل يوم تغني. دونك ستغل لها المغرج كل يوم. كل يوم الطفلة تغني وكل يوم تغني. معناه جزء ما ومعناه هذي. بينما من الحاجات الطريفة دي طوي تحتي على الإسلام. قبل قبل سويا تونس ولا بقى الشرق لا بتاتى مصر عندهم سابقة هذي عندهم التقليل هذي. معنا في تونس المسلسلات انتاءنا القديمة ما كانتش عندها الحال مميزة تعمل بالزمن. نعرى. مثلا لحنا. يخذوا موزيكا موزيكا. كي مع عزي العروي مسلا نخذي آآ انا قلب يطاب من مابا. وفاوليه اللي اشهر حاجة. امي تراكي آآ. انا الفريلا وليلا. الدرجة انه برشا من جيلي معنا اللي حلو عيني مو صغاره اخذ الكباره كيفه يعرف. ايه. عنا صغار ما كنش نعرف هم كثو. لكن نعرفوا مسلسل امي تراكي. كيسمعنا الغنية. فصورنا العكس. صورت ام كالثوم سرقت على امي تراكي اي. جزء ما اخذت. احنا ذيك انتعنا ذيك اللي نعرفوها. الاخرى اكتشفنا مكتع في ام كالثوم يسمعيش الصغار. عادتان يسمحها لوحد ما دانس. ابتداية من عمر معاين. لما سمعنا الموسيقى ام تعرف ليلا وليلا. جيلي تقريبا تقريبا اغلبوا شبيهم يا شكا. جيلي شبيهم اخذيو موسيقى تم تراكي. نزيل شي نفضلكو معنا. نفضلي. جزء ما معناها بالحق معناه باما برشا اصوات معناها اللي اصوات كبيرة معناها شاركت في في هاتا في افلام في في مسلسل فيها فلم لا. فيها فلم لا. فيها فلم لا. فيها فلم فاهم امي بو حافا مثلا. معتها يجيبوا يجيبوا اسم كبير اللي هو ملحن معتها كبير ويخدم على الموسيكة لتصويرية. حتى في الفيلم اللي تعمل على اللي فيه تغني فيه سونيا مبارك عطت صوتها حبيبة مسيكا ليه مش على حبيبة مسيكا ليه فيلم سمت القصور شكل لي غنى في صمت القصور صونيا العرايس صونيا العرايس مارسي موش سونيا مبارك جزتا. مبارك زيلا كيف في فيلم حيوية موسيقى? لا لا. معناها ما 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 عملوش الموسيقى معناها الجينيريك نتاع الفيلم. قال اللي غنيت. غنيت في وسط الفيلم. لا في وسط الفيلم. اه. لا. طماشا. لا يضح لي. لا. حسيلوا معناها اه 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 جينيريك نتاع مسلسل تقبل تغني? نقبل. اي بيانسور. نغني. وتمثل فيه. ونمثل. ايوة. ايوة كارتة اخرى. كارتة اخرى بتعناول من صالح. انا التنشم تمثل وتغني في نفس في نفس. فما عادة اخرى كانت موجودة. كانت موجودة قبل ونحب نختمو بها هذي. نحب نسألك زادة عليها. كانت في المسرحيات. بغلاف المسرح المسرح الوبيريت. مش لوبيرا. وتحية. تحية للي اوزي مش يعمل اوبيرا بتونسي. كارمن اللي عملت بتونسي تحية ليهم الكل اللي يشاركوا فيها الكل. بيقطع النظر على التقييم عجبتهم ما عجبتهم مش عبادة. هذيك حاجة اخرى ما التحية ليهم الكيان اوزي لتحية. لفر اللي عملو. صحة. قعدنا ان اه كان قبل بخلاف الاغاء في المسرحيات الغنائية اللي هي تمثل وفما جوز الغناء. اه سوطو تميزت بها سيدة فتحية خيري. اه لكن كان في قبل كانوا فما مسرحيات يقصوا على المسرحية يعمل النوع من ومغني يخرج يغني. يعملوا غنية وكان محمد تريكي مشهور بانه يعمل الاغاني متاع. خيل انه من هات. يسكروا ريدو مش يبدلوا ديكار ايه ولا مش يبدلوا ديكار يبدلوا حبيجونك شي يعملوا آآ 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 اكت. ان اكت يفا اكت يدخل اكت جديد. يتسكر ريدو ويطلع مش من نسمة اخلاقش يطلع مغني يغني فاتفصل لديك وعادة تانية يبدأ عازف معه على ايلا بيانو كاسف محمد تريكي وحد يعز فما يغني معه صوت يغني معه تخيلوا كان نهار من نهارات يقولك تعمل حاجة نوعه ذي مع المسرح. آآ والله يقنا ساعة نحب المسرح برشا 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 برشا. ودوميل ناف دي جا خدمت في اوبيرات الصباح الجديد وقتها مئويت ابو القسم الشيبي من اخراج حاتم دربيل. دونك آآ 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 نغني اي نغني. معني حتى عاد حاجة كلاسيك. عادي. فلا. حلا. فماش مشكلة يعني. مسلسل مسلسل افلام. مزرح. يا ملجي. كل احنا 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 حاضين نويل بنصالح. كان يا ما كان في السما. آآ نويل نحب نقول لك بغفو مبروك للغنية جديدة. يا عيشك يا عيشك. وبرو للعودة هذية ان شاء الله عودة بقوة. يعيشك يعيشك عب ستاف. كيف نتمنى عودة للإعلي. آآ اي وينوت. خملنا في باري. مش مشكلة. ارجع في كل شي. باك كامل. باك كامل. تلهي بايا تار. حضرها غنيات وحضرها ضرامش. طبو نفرح برشا. يعيشك يا نبيدي نفرح. نفرح برشا كي آآ فرحت برشا كي جيتكم وكي نقابلكم وكي آآ وكي نرجع للغنية ونقول للناس اللي يسمعوا فينا الكل. آآ تابعوا غنية ما نحبش على يوتيوب انستا جرام فيسبوك آآ ناويل بن صالح عطيوني رايكو مكتبولي آآ بش نعرف روحي شنو شنو النزيد شنو النقص آآ الثنية اللي نمشي فيها آآ شكرا ايا فا شكرا عبس التار شكرا تارق ايا فا احلى غاديو وغاستيتو جو غاليكوت. يا عيشك مرسي. خليكم مع صالة الزين على تونس وراجعين. آآ احلى مستمعين في بنامجكم اليومي آآ من الثنين للجمعة آآ دارنا العزيزة صييفي. كنا نسمعوا في آآ آآ غناية آآ طريفة جدا. احنا اليوم موضوع ان هو تونسي ولا والمساحات الخضراء. شني علاقة التونسي بالمساحات الخضراء. آآ وهذاك عليش الاغانية فيهم تونس الخضراء. اغلبهم فيهم تونس الخضراء. آآ وكلنا نسمع في صالة الزين. صالة الزين اللي هي غناية قديمة. من آآ تأليف محمود بايرم التونسي. برشة اغانية رو مصرية فيهم ذكر تونس وكتبهم محمود بايرم التونسي. سي محمود بايرم التونسي شاعر اللي هو رغم اللي هو مولود في الاسكندرية. وعاش في مصر وجبه وجده وكانوا في مصر. مع هدايا آآ كانوا لكلهم آآ وهو خاصة متعلق يسر بتونس. وجاء من في التونس وقعد في ها مدع له كل حال. فاكتب الكثير من الاغاني حول البلاد التونسية وعنده حط اوبرا. اوبرا مش اوبرا اوبرا. اتعملت على تونس. وحفيده محمود بايرم الثاني تحيالي المشتشار. محمود بايرم الثاني ان شاء الله هي يودنا بيها هالا اوبرا هذي. الاغنية كما قلت اللي كنا نسمع فيها هي من كلمات بقى محمود بايرم التونسي والحان الموسيقار الكبير زكريا احمد. آآ معنا الكلمات آآ هي شوية مختلفة راية على اللي كنا نسمعه فيه آآ معناها لكن آآ معنا بدلها آآ تبدلت شوية في وقت ما وفما آآ فما ما ما مقطع منها ما فامناش آآ تنحها معنا آآ آآ لكن آآ معنا متغناش تويكا لكن آآ الغنية في حذاتها جميلة برشة تتغنى بتونس وعندها قصة طويلة ملحمة ملحمة آآ ملحمة آآ ملحمة قديمة آآ حاول بايرم محمود بايرم التونسي انه يقرخها بالقصيدة هذية اللي الجميلة الملحونة ذي اللي غنى فيها آآ تغنى فيها بتونس وتونس الخضراء تونس الخضراء اللي اللي يجيوها من الابعاد على وسماوها الخضراء من قديم الزمان لكن تونس ما زلت خضراء ولا ليه هدا السؤال هدا سؤال يكتراح تونس يلندرام ما زلت خضرار كما كنا نعفوها خاصة في المناطق العمرانية ما زلت ما زلت موجودة مسيحات الخضراء شنية على التونسي بالمساحات الخضراء شنية آآ كيفاه يراع المساحات هذية التونسي وآآ آآ معناها في اي اي مستوى من من حياته كيفاش يراع المساحات الخضراء وشنية علاقته بها هدا تقولوا هن على الباج آآ فيسبوك متاع يا فام وإلا تقول هنزاد كذلك بالتليفون على واحد ثلاثين ثلاثمائة وثمانين ألف لكن طوى جاء وقت آآ الانيرجي في الانيرجي كل عادة أمل بحثنا اليوم سبعة خير جوربانجور مرحبا شنية حوالك سافا 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 في نشاط حيوية نشاط حيوية كل عادة رام الدنيا سخونة آآ هي الدنيا سخونة سخونة اليوم مسخنة سخنة سخنة وسخيح وسخنة تأثر على النشاط الحيوية كل شيء يتأثر على النشاط والحيوية والزغمان والدنيا كل شيء معناها الوحيد كل ولذا ردوا بالكم على روحكم المسخنة شربوا برشا ماء وشرب برشا ماء أعملوا كيفي البارح راني وصولت شربت إيترامت على ماء والله بيترام برشا عندك انجي ملا شو بير راني عملت مجهود نخممو نخمم فيك ونشرب في الماء قلتلي قالتلي إذا نشرب بالماء هنشرب في الماء كانت تخمم فيه تشرب في الماء كيفي توقف بالكيس الماء خد دائمك لا نجمش وقت الخدمة الله يعلم ما نجمش لا نجمش سيب لي فوقكم وننسى أما والله البرح في الدار البرح في الدار نهار كامل ندور شوي ونشرب ماء جيت اخر نهار نوقع دابوزة بيتر ونص خليت مناء 4 صوية مع الكهوة والقهوة تشرب قهوة لن تشربش قهوة نشرب قهوة في النهار كهوتي إذا كان كفر بيه بيه أبك موديغاشون مالا قهوة قهوة مش حكينه قهوة وتيق ها تيان قهوة نشربتها يكفر من القهوة في العادة ها هو الكافيين متى ويتمش رابيد برابور للقهوة هما به حتى تريده إيخي شنية علاقة القهوة بالسبار؟ طوى احنا نحكيو على حاجة بتاع إيمرجي وسبار وكذا هي العلاقة ساع القهوة نارتو بيه حدي ودا بيركو شوف القهوة هوا سيتام بخي وكاوت ناتوريل هما يبدأ اه 100% كافي ديش مخالط مش قهوة مخالطة ذيك القهوة نون 100% كافي القهوة متى تكونش مخالطة إذا ما نكون القهوة بيه ما عمل الجميع القهوي فيه attorney لكن القهوة تكون قوة بيه ثاني مشكلة القهوة الاستنطانية مثال القهوة الاستنطانية كيف تصبح عليها المسخونت والقهوة فما المكسويل قهوة صافية سمحني دازولي جميسكوز مشكلة معناه فما أنواع معناه إذا نثبته أن الكمبوزنط هي قهوة صافية قهوة صافية هذي حاجة القهوة العربي والقهوة السورية فما اختلاف سا ديبان أنتي والكمبوزيشون معناه تشوف القهوة أنت شنال معناه أي معناه معناه الطريقة متاع الإعداد أنت حمد ما فيهش مشكلة تكون قهوة عربي فايدة في الززوة ولا قهوة سورية في الفيت المفيد في المادة تكون صافية المفيد تأخذ الكافيين يبدنك يستحقوا في النهاء أي وعيجين هش؟ خاطر بدنك يستحق أنتوا معين تفوتتوا ذيكا والسلون أنتي شعندك إن عندك مرض ولا عندك حاجة لا يقدر نجم تتقلق مثلا عبد المريض بالقلب ينجم يشرب قهوة أما ما يكثرش فيك موديغاسيون يكثر من القهوة نجم كما قالوا كثر من هنا بابا يشرب قهوة باركة أنا مثلا عندي دقة زيدة نشرب ثلاثة أما ثلاثة خفيف أما الإكسبرس فيها سوسين تروى ميليغرام يعني كافيين مش برش في التاسة الصغيرة مش برش والقهوة هذي من نسبة الواحد مدام يحب يحب يحفظ على صحته معني نجم يخلط ثلاثة قاوي إنسان العادي إنسان العادي تعاونوا في الكنسطرات فهمتوا تعاونوا فينهاوا في الانيرجي وبالنسبة الاسبورت تعاونوا حتى في الركوبراسيون بعد الإكسرسيس معني بعد بعد ما نكمل سيانس سبور نجم تعمل القهوة؟ نجم تعمل القهوة بعد ولا تنجم تعمل القهوة قبل نصيها بش تعتيك الانيرجي تعاونك في الاندورانس كان عندك حاجة انتونسيتي طالع بش تخدمها مثلاً كيمالكورسفيت تعاونك على الأخر تعاون القهوة من نص ساعة قبل نص ساعة قبل أو بشأن السكر أو غير السكر؟ السكر لا يناقص في الفينا على الكافيين الكافيين هو موجود في التى وموجود في القهوة جس كنو واضحين نحن نحكي عن الكافيين الكافيين في التى ديجا اللي بخي وكاوت اللي عموا فيهم البس دو كافيين اللي عبدوا متقلق ولا حاجة اللي عندوا مشكلة في بدنا ولا قلب ولا حاجة اللي يمشي للتبيب يعطيه لكمليمات ما يخذيش كاوحد مزر ولا تكتش متاعو أنا عبد المريض بالقلب ولا بالفادة ما نعتيش بريوكة وتجملة يعمل ديبندانس خاطر كافيين كي تكاثر منو يعمل ديبندانس سورتو القهوة تى ليم مش ديبندانس مش كيف كيف رونا مش نفس الموليكول كافيين متاحة فمتلك عليش أنا حكيت عالقهوة والتى ليم اخترت التى والقهوة وانتي تشرب قهوتك السباح على الخوي ولا؟ مش بايش عالخوي مش بايش عالخوي تتطلع لك فتوم تردك عندك انكسيتيتال تباعد عالخوي مش عالخوي معنى اكل يش بقاو حل عينيه من نوم يخو قهو سيجار ومعنى ذاك تونسي لك ثرية يعمل لك كيكة لوكو حتى اللي لا يختم في بانكة لا يختم في في المرمى زايد معنى يزم الشي معنى يزم يكل حاجة قبل مش عالخوي تسمع سوفيين مش قهوة عالخوي قهوة عالخوي لا تأكل حاجة قبل تشرب الماء قبل ومبعد يشرب القهوة ماش بايا هادا اسمع اسمعش قاتل مش بايا لا 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 ما تشربش قهوة قهوة مش عالخوي معنى يزم يحد يشرب الماء ثم كان لازم يفطر نعمل امتي ديش اكيليبري نحاول نعمل اكيليبري مش كعبة كراسان من غادي كممتو وفازيت اكل نحاول اكيليبري شوية ما يطلعش التوم تعالى نسولين عالصباح يسا نصروحوا بالحلوسة نعادي نها كاملو هو براونيز من غاديك فانكوشة ومعجون والاخر يفطر قالي شامية صباح قالي نفطر شامية و نعرف نعرف ما يشيش شامية طلعتو دانسولين طولين ها كاملتو فنخيلوا ان القهوة تشرب بعد معنى واحد يخب ماء ويخب ماء لكن زيدا اما تبعادها لوقت النوم ما تعمل لكش خاطر القهوة تعطي انيرجي وتبوستي كل شيء حتى بدنك المناعة وكل شيء اما زيدا فيها كي ما فيها دي زيفية بهين على البدن كي ما فيها دي زيفية خائبة بهير تشرب برشة القهوة تولي عندك دي زيفية خائبة بدنك كيتكثر منها كيتفوت الدوزاج المعين اللي انت بدنك يستحقه من الكافيين يولي القهوة تنقلب هتكثر من العسل يمسعت يمسعت انت وقلت انك ينشرب القهوة بل ما يرقد الواحد ما ترقدش نورمال مون اللي ما نعرش ذي العبط العادي فما عبيد ترقد انو شب قهوة ونشب فرشي سماغيف مش ديمة غادتان ما نشبش نشب قهوة عربي خيتي وين يخدم في المرمى بالله انو نفيد قهوة نجم فى الثلاثيني معناها مش ديمة تفيد قهوة عزازوة قهوة عربي عادية معناها ونشربه وندخل فرشي نورك ممكن منع عالش ما عادش مشكلة مع النوم ما عادش مشكلة مع النوم ما كامل تعبوك يتعبوك حارثين عليها يجيبوا عليها في الميل ايافين مجوز طمو اه بي اه القهوة ما نكفرش اكثر من طاقة الاستيعاب نقول واحدة الكافيين ما تكونش اكثر كافيين موجود فى القهوة لا فى القهوة نحكيه معناها كي نقرروا حسابنا نقرروا حسابنا قهوة وإلا تاي كافيين موجود كافيين موجود نشرب معدد معلوم حسب طاقة البدن من ثلاثة قهوة الخمسة كافيين موجود كانت على شخص بعدها على وقت الماكلة وما ناخدوهش صباحة الاخوة ما ناخدوهش صباحة الاخوة وبعدها على وقت انو مش نجموه نوقود ونعملوش ديسان صمني وهذية ينجم يكون خاطر ناجم ترقدوا تفيق فى وسط الليل اي بلايطة اي ناجم ترقدوا فى وسط الليل ترقدوا فى وسط الليل هما ليكثر من القهوة يرقدوا فى وسط الليل مفزوعة كيكة الله لا يفجعنا الحاجة الاخرى سؤال اخر اللي ما ممكن قوله القهوة بالنصيح هذين تحت انو يرد بالو على شربان القهوة يعني قداش من دوزة اللي بدنوا يتعامل معاها لكن مفيدة للرياضة فقط ولا مفيدة للاشخاص حتى الاشخاص اللي ممارسوش رياضة حتى الاشخاص اللي ممارسوش رياضة مو يمشي على سقيه يمشي يقضي فى المجال تحرد تعاونوا هني قلتلك تعاون لعبيد العاديين تعاون لعبيد العاديين في اللي بكاة عندها دي زفية يسر محليهم اما زيدة دي زفية الخايبين تكثر منها مش معناها تكثر اي حاجة تنقلب بالضدها تنطفيح انت كل اكثر ما لنزم تنطني ولا يمساط كل حاجة انت جاوز حد هنقلب الى ضده كما قال ابن حزم اي جوز تما ما قلنا كثر من العسال يمساط قلنيها غير انت مكش لاهي بيا يا سيدي نصيحة اليوم القهوة مفيدة لكن ردوا بالان فيها اي حاجة تاي مفيد كيف كيف لا تكثروش لا تكثروش سؤال الاخير فيما يخص التاي احنا نطيبو التاي التوين سعنا طريقة خاصة اللي نحطو الحشيشة ونحطو الماء يغلي 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 اي حاجة اي حاجة اي حاجة لا تكثروش اي حاجة اي حاجة اي حاجة اي حاجة تريش فقهوة الا طلي يطلي نصب لك بلحها وحط الفنجاني مش على روحه دهير دي مالي بعر انتاحهم هتنا نعم لك كمال هلو جس ما هذي عندها علاقة بالصحة ولا هذي ذوقه برح هذوق خطر هي مغير سكر يشربوها مش تعطي ايفي نص ساعة مش نجميعين اربع سوية جاوبه توقع دربعة سوية خمسة سوية معنى حكمات لي في الحكاية هذه بيانسور كل شيء بالقرايا يا خيقا قرايا سيانس سراو معنى يك القهوة اللي حطها قدامك سياسي تحب تحط الكابوسان قدامك وتبدأ كابوسان ليلا حليب ليعا قهوة كحلة تحط قوافيلتر قدامك وتبدأ تسنين يميني عليها حتى من ثمانية عصباحة نصر نهار ونفس استمدلاع الواقعه لا لا تريد كثيرا فقط تحطي إيجادة إنشاء، نعمل على الطريق الإيطالية القهوة فنجيل ودعا هما القهوة ينتح معداتا دكار امام ايكس فريس وكابسول هما عادا وذلك في ساح في ساح في ساح بالقهوة يمشي حوك تعطي الإيجا سيد ولي حبي قدامي إيجا علي بالقهوة ذي الحالة منصر في القهوة البنينة ذي اللي وديتنا بها اليوم وقد ستايز هتا كيف كيف في لبنين نجمه في بعض القائلة نعمل كويس تاكي منعرفينا منعنع يركب الكيف. بعدو هالميكلة تايزي دا زي دا. مش بعد تضرب كش كشي تضربها وقت قد وتشرب. كل كيسة تايبس نهفضه. نهضمش راهم يهضمش. مش بالوقت لا لا. تخلي سوعة ونص من زمان سياتين. دميور على قلب. او موان دميور. مينويت ولا. ياخر وقت ويرتح شوية ومبعداش يقيش ربطايد. بعدو على الميكلة حتى لزينفزيون. كل شيء بعد اي انفزيون ليلي. احسن انه بعد الميكلة يعطيك صحة امل نهاية وسبوع مريحة قبل جمعة زي ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. نارسي. احنا اه مبقى لي اه. اه اي ما عادش بارش وقت. احطوا غنية هيا. اه غنية غنية. اه اسمع. اللي ترى انتي صالح. قهوة قهوة. قتلك قهوة. تحب على قهوة جيدور. قهوة. هيت قهوة جيدور. هيت قهوة جيدور. مدامي مدامني موجودة نحطوا قهوة جيدور. ونودوكم الكل بقية مدامنا بعادة على وقت الماكلة طبية. اشتركوا في القناة.